اقليم شرق السودان اقليم شرق السودان به خمسة مشاريع زراعية قومية اقليم شرق السودان يحادث ثلاثة دول رئيسية يحادث دولة تريترية ويحادث دولة اسيبية ويحادث دولة مصر الحدود حدود طبيعية وحدود منسابة وجود هذه الدول ولهذا الاقليم الذي يمتاز بالعديد من الامكانيات الغير مكتشف فيها اكثر من مكتشف في ولاية البحر الاحمر وفي محلية جبيعة المعادن فقط هناك خمسة وخمسين معدن معتمد رسميا من وزارة المعادن في محلية واحدة في ولاية البحر الاحمر خمسة وخمسين معدن معدن من بينهم الزهب من بينهم الحديد من بينهم اليورانيوم اليورانيوم العام الضجة في العالم ده كله الآن نحن عندنا اليورانيوم في محلية جبيعة المعادن عندنا ساحل يمتاز حوالي 700 كم كما أسلف دكتور محمود ساحل بكر الساحل ساحل البحر الاحمر الوحيد الذي تتوافد عليه تتوافد إليه كل السواح من كل حد نصوب لممارسة السياحة واحدة قد لا توجد في السواحل الأخرى سياحة القطس في أعماق البحار 90% من أفلام الوسائقية لأسماك القرش وأسماك الزينة والأحياء البحرية التي عرضها في الغنوات العالمية يتم تصويرها داخل ساحل البحر الأحمر السودان إذن أنت بتأكد كلامه أستاذ محمود أن المسألة عندها أبعاد اقتصادية وحرب يعني الآن ولاية القطارف تحادد إغليمين في دولة السيوبية تحادد إغليم الأمهرة إغليم الأمهرة الآن تعداد سكانه حوالي 35 مليون نسبة اللي هو تعداد سكان جمهورية السودان إغليم التقرية 8 مليون نسبة ولاية القطارف 2 مليون نسبة عشان كده لو لاحظت الآن التعديات قاعد تحصل من الحين والآخر الآن دولة السيوبية أنا أنا ما بقول الدولة الرسمية هم بيقولوا والله يشفتها دي الناس خارجين على الغانون بيخشوا وبينتزعوا الأراضي بيقتلوا يتوقر داخل الأراضي السودانية ويقتلوا المزارعين السودانين لكن أنا دائما نودا بتحفظ على كلمة شفتها الآن لو خارجين على قانون يكون عندهم سلاح سقيل مثلا السلاح السقيل ده هو ملكة لجيش نظامي أنا أتحفظ على هذه العبارة الآن محتلين 2 مليون حوالي 2 مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعي في منطقة الفشل مصر كما معلوم 2 مليون ولا 2 ألف لا 2 مليون فدان 2 مليون فدان أنا الرغم ده موجود في وزارة الزراعة وموسق للأسف الشديد من حاجات برضو المزعجة الآن يعني لم تكتفي دولة مصر باحتلال حلاي وردها أطمع للتمدد من الحين والآخر أنا مسألة خطيرة جدا أنا داخل مسلس حلاي بنوحتل هناك يعني مملكة تاريخية اكتشفت مملكة نوبية حضارة البيجة اكتشفت داخل مسلس حلاي بنوحتل وتم أخذ هذه الآثار وزهاب بها إلى القاهرة وهي من الآثار التاريخية التي كان يبحث عنها في قديم الزمان ولعل المؤرقين والباحثين أثبتوا أن هذه الآثار كانت في أراضي السودانية وتم أخذها وزهبوا بها إلى القاهرة طيبة لحياة طيبة ترجمة نانسي قنقر